هاي واحد اللي باني بلوكات وقاعد في شارع بغداد اللي هو المدخل الرئيسي للمدينة وين قاعد قاعد منا المحكمة وبالمقابل اكو حديقة تمتد من الاجزيزة تقريبا تصل الى ساحة السعد هاي كلها قاعدوا بيها تكرم الصخال والدواب والهوش احنا نسميها بتسميتنا ما نسميها بقر وجاموس كما هي موضع مدينة بعدين الشارع تبلب بجسور حلوة نظيفة امام عقوله يعني تيجي ناس برك برك من المياه الاسنة يعني كلها روائع الشارع الرئيسي في البصرة بيهوش وبيصخار وهناك ايجوا بنا وبلوك اروح صورهم اذا انت اروح واحد اي واحد اروح يصورهم يشوفه صحيح هو باني بس السيارة حديثة سيارة حديثة سيارة حديثة زين انا خب ما اتكلم عنهم كلهم وقلك انه دولة كلهم هما الناس كذا الجانب الاخر اللي قاعدين ناس فقراء حتى المدروين على النهر اللي يمتد تقريبا من حي طارق الى ان يوصل الى نهر العشار مياه اسنة تزكم الانوف والنوب ذولا عايشين عليها كلش على الحافة يا اخي مو بناء مو بناء يعني حتى يجيب لهم اربع خمس دجاجات واربع خمس بطوط هم يبنينهم مكان ملائم الهن على الاقل بهتغن يعني كل البناء هو امر مخالف للبيئة مخالف للتخطيط الحضري الى المدينة يقصد بالي